الواقعة تتمثل بأن تقريباً في تمام ما بين الساعة 9.30 إلى 10 الصبح في فوج مدير المدرسة بوجود مفتشة من قبل المفتشين البيئة بوجود أثنين من شرطة البيئة متواجدين في المدرسة طبعاً طلبوا الإذن من مدير المدرسة المربي الفاضل الأستاذ بدر رشود وطلبوا منه أن يمكنهم من دخول المدرسة طبعاً الأستاذ بدر ما مانع وقال بأنه أنا ما عندي مشكلة من دخول المفتشة ورحب فيهم إلا أنه قال بالنسبة لوجود شرطة البيئة بزيهم الرسمي وبأنني أمكنهم أنهم يدشون على صفوف والطلبة عندهم امتحانات فلابد أني أخذ رأي المنطقة وبالفعل أثناء قيامة بالاتصال منطقة تعليمية أحسن منطقة تعليمية نعم وأثناء قيامة بالاتصال هم قاموا بعمل جولة تفتيشية في الإدارة وليس داخل المدرسة في الإدارة وهي خاصة ما بين قرف السكرتارية والآخرة بعدها تلقى الأستاذ بدر رشود اتصال زين وجواب من قبل مراقب المنطقة ومدير المنطقة بعدم تمكين الشرطة البيئة من دخول المدرسة أي منطقة تتبع منطقة تعليمية أي منطقة تعليمية منطقة تعليمية تحولي حولي نعم طبعاً بناء على التعليمات اللي صدرت منطقة تعليمية تحولي نفذها الأستاذ بدر الرشود ولكن للأسف ما تعاملت المفتشة الغضائية من هذه المعاملة من طبعاً الاستجابة من قبل من قبل المدير المدرسة وقال لها تفضلي دي الشي وأنا أمكن إداريين اللي عندي يكونون معاك ويفتشون وتشوفي اللي تبين وين تفتش داخل الفصول تبين تفتش داخل الفصول في الساحات والآخرة أنا اللي بتكلم فيه شغلة بأن طبعاً هني طبعاً استخدمت هي قاعد تقول بأني أنا عندي صفة الضبطية القضائية وأتمكن من الدخول ولكن القانون ما أعطى صفة الضبطية القضائية لشرطة لشرطة البيئة زين إلا في حال وجود طار أو في حال وجود يعني احتياج لهذا الأمر طيب ما هو توافر الاحتياج في هذا الأمر في ظل بتمكين المفتشة من الدخول بصحبة لحظة استاذ أنت تتحدث حضرتك الآن عن الشرطة البيئة لا يحق لهم تطبيق الصفة الضبطية القضائية فقط للمفتشة إلا في بلاغ أو معين يعني هذا اللي فهمت من كلام للشرطة لا الشرطة الشرطة دائماً يكونون متواجدين في قانون البيئة في شيء اسمه شرطة البيئة في شيء اسمه مفتشين البيئة الضبطية القضائية وفي شيء اسمه مراقبين البيئة كل واحدهم اشترضاتهم ولكن الشرطة البيئة هي مساند أحسنت نعم مساندة لهم طبعاً هنا ما تفاهموا أو ما تقبلوا رفض المدير بتمكين شرطة البيئة وطبعاً للأسف قاموا أهمة بمخاطبة مسؤولينهم في الهيئة العامة للبيئة وفوج مدير عفواً فوج الأستاذ بادرشود مدير المدرسة بعد ربع ساعة بوجود سبع دوريات مع أفرادهم عبارة عن سبع إلى ثمان أفراد طبعاً يترأسهم مقدم بدخول الإدارة والتعامل مع مدير المدرسة وكذلك مع نائب المدير اللي هو الأستاذ عبدالله فرشد زين وتعاملوا معهم بتعامل وفقاً لما أهمة بيّنوا ووفقاً للشكوى اللي احنا قدمناها بتعامل غير لائق ونتج عن هذه قضية حالياً متداولة زين وقدمنا القضية في مخفر الجابرية اللي هي عبارة عن إهانة موظف واستخدام القسوة وتم شرح كافة الأضرار التي نحقت بهم يعني